إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار أما بعد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوةٌ خضرة وحلوة أي في طعمها وخضرة أي في منظرها جميلة وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون فاتقوا الدنيا أي ما اضغركم لأن الدنيا عبارة عن زخرف زائل قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغنى بالأمس فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور والغرور هو الشيطان قال اتقوا الدنيا ما تفكنك الدنيا بزخرفها وبزينتها من الأموال فتأخذها بالحرام وزينتها من النساء فتتعاطى ما لا يحل لك وزينتها من المناظر فتنظر إلى ما يفسد قلبك فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بن إسرائيل كانت في النساء افتتنا بن إسرائيل بالنساء فضلوا وأضلوا والآن أيها المسلمون الكرام نحن نشهد في هذه الأيام خصوصاً حملةً ممنهجة لإفساد المتمع وتضييع الشباب وإهلاك ثروة الأمة من شبابها الصغار اليفع الذين لم يفهموا الحياة بعد وما تمرسوا فيها والحملة الممنهجة هي ما تقوم به منظمات نسوية وفتيات لا والي لهن ولا رجل من ورائهن مجموعة من الفتيات في المجتمع عملات ما يسمى بمنظمات لا لقهر النساء وغيرها وتهدف هذه المنظمات إلى إشاعة النساء وفتح باب التفحش واستشراء الفاحشة وإشغال الشباب الأولاد بشهوات النساء كل الهدف عشان ما يكون في شاب تاني يعرف دين ولا يعرف أخلاق ولا يحترم عرض وليس له هم ولا همّة فيضيع الشباب خلف الفتيات تتيسر الفاحشة ويصعب الحلال يضعوا يضعوا مجموعة من العقبات أمام الحلال والحرام ساهل وميسّر قدامه قال العلامة بن عسيمين رحمه الله تعالى إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء قال لأن أعداء الإسلام يركزون على جانب المرأة لإفساد المجتمع وأقرب طريق يفسد به هذا المجتمع عن طريق النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء بفتنة عظيمة يا أخي الشيطان ربنا في القرآن تكلم عنه قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولما تكلم عن النساء قال إن مكرهن إن مكرهن عظيم مكر النساء عظيم وخطر وخاصة على شباب في سن المراهقة يتوقدون بالشهوات ويبقى الحرام قدامهم ساهل على متناول اليد الآن بطالب بقوانين تسنى لهم إن الفتاة تتزوج بمن شاءت من غير إذن وليها هذا هو الفساد هذا هو الفساد في الأرض لأنه بعد ده انتهاء ما بتقدر تحمي عرضك من أي نوع من أنواع الفاحشة لو سألت البيض ما لك انت مع الولد ده هتقول لك أنا اتزوجته وانت ما عارف أصلاً ما في إشهار ولا في إذن بتعواله ولا في عجب يعملوا في المسجد هذا هو الفساد في الأرض هذا فساد ما جاءت به الجاهلية الأولى كان عندهم الزواج في الجاهلية عندهم زواج وبتزوجوا وعندهم أنواع من الأنكحة ومنا أنكحة أقرها الإسلام والنكاح الموجود عندنا في الإسلام اليوم كان منه موجود في الجاهلية من أنواع الأنكحة عندهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن نسبه الطاهر الشريف قال ليس فيه سفاح كل كان بنكاح في الجاهلية اليوم دار يجيب لنا الطريقة بتاعة زواج ما كانت في زمن الجاهلية الأولى هذا هو الفساد في الأرض واعلموا أيها المسلمون الكرام أن المخطط الجاري لهذا البلد ولغيره هو الإلحاد والخرود من الدين بالكلية وأن لا يكون سمة إسلام في هذا البلد ولا في غيره هذا هو المخطط رجعون تاني إلى عبودية البشر وعبودية الأصنام والأوسان ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لذين رجعون حيارتان والسبيل إلى تحقيق الإلحاد في البلد هو عن طريق نشر الفساد الأخلاقي لأن الإلحاد لا يقبل إلا في جو مليء بالفوضى الأخلاقية لأن الناس يمشون المسجد وبيصلوا وبعرفوا الله وبعرفوا الدين وعندهم قيم عندهم قيم أخلاقية وقيم مجتمعية إسلامية رسينة لا يمكن ينتشر بناتهم الفساد لكن لما يبقى أولادنا بيلحثوا وراء البنات كل هم الولد إنه يلبس لبس جميل وإذا ركش نفسه بختم وحلق ومعارف شنو وتلقوا ما كالشب عشان يمشي يلاقي له بيت والبيت متاحة معاوه يلاقيه في الجامعة ويلاقيه في الشارع ويواعده بالتلفون إذا كان بيقى دهم الشاب وسيطرت عليه الشهوة بعد ذلك يدخله على الأولى الحاة طوالي يقولوا له كل المانعك من شهواتك وإنك تتلزز بالنساء وتستمتع اللي منعك شنو يقول له اللي منعك الدين المنعك الدين عشان كده الحملة بتاعتهم قالوا إسقاط النظام الأبوي ماذا ليني نظام أبوي وفي الحملة بتاعتهم قالوا إسقاط القيود الدينية انتبهوا للكلام ده جيدا لأنه حيبدأ معشعش في أذهان الشباب البالسيطر علىهم الشهوة بالطبيعة البشرية حيعشعش في أذهانهم إنه الذي يمنعهم هو الدين عشان كده حينسلخ من الدين وحيترك الإسلام عشان هم دارين الخمراء ودارين النساء أسأل الله تعالى السلامة والعافية اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المسؤولية كبيرة يا أخوانا قدامنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كُلُّكُم راعٍ وَكُلُّكُم مَسْؤُولٌ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ انتك ولأمر مسؤول مش مسؤوليتك فقط ضي ما بيفهم كثير من الناس إنه تجيب لأولادك الأكل والشراب وتكسوم وتدخينهم المدرسة وتدفع لهم رسول الجامعة لا أبداً ما هذه المسؤولية وحدها المسؤولية أكبر من ذلك أيها المسلمون إنت لمن تربي الولد وتطلق له العنان وتفتح له أبواب الفاحشة جدامه تشتري له التلفون اللي هو عايزه وتدهو القروش في يده اللي هو عايزه ويطلع متين ما عايز والبيت تشتري له الملابس الضيِّقة الفاتنة الضيِّقة وتخليها تطلع في المجتمع بحجة إنه دي بتيانة دي بت فلان دي بت فلان خليها تطلع تلبس اللي بس الضيِّق جدام عينة كنت بالشاهد فيها وشايلة تلفونة مليان بالأغاني ومليان بأفلام الفاحشة ومليان بالفيديوهات القبيحة ويت منشط لها النت بأعلى الباقات وقعد في غرفة براها بتشاهد ما شاءت تقال نفسك ما مسؤول يوم القيامة جدام ربنا انت مسؤول وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي يعلى رضي الله عنه ما من أحدٍ استرعاه الله رعيا ثم يموت يوم يموت وهو غاشٌ لها إلا حرَّم الله عليه الجنة الجنة عليك حرام يوم القيامة انت اللي بتخلي بتك بتمرك فتنة لأمة محمد متبرجة ومتعطرة ومتزينة وتضع في وجهها وفي جسدها ما شاءت من أنواع الكريمات ومن أشكال الزينة وفكيت في الأمة محمد مرقت برا انت قال نفسك ما مسؤول شيل شيلتك جدام ربنا يوم القيامة في رواية قال لم يرح رائحة الجنة ريحة الجنة انت ما بتسمى تطلع بيتك بشكل زي ده وتسمح لولدك انه يقرع بواب الناس ويأتي الفواحش وأنت تعلم ولدك يفسد أعراض الناس وأنت تعلم أختك تسعى في الأرض الفساد وأنت تعلم ما تخاف من ربك يوم القيامة حتقول ليا ربنا شنو الحساب فردي بعدين يوم القيامة ولقد جيتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم تحتقول ليا ربنا شنو دي مسؤولية الآن موضوعة على عنقك أيها الأب وولي الأمر ساحاتنا مليانة بالفساد أولادنا بعد شوية سيمرقوا يحتفلوا أبناتنا الكيريسموس مع النصارى مع الكفار يحتفلوا إنه الله عنده ولد يحتفلوا أولادنا نحن أولاد المسلمين اللي في بيوت بيوت للقرآن واللي في مساجد بصل لله وحده يحتفلوا إنه الله عنده ولد ويطلعوا بناتنا ونزوِّدهم بالقروش ونديهم الهدايا ونشتري ليهم نشتري ليهم الحلوى والهدايا واللبس الجديد والبس الأحمر وغيره يمشي يحتفلوا إنه الله عنده الولد هذا هو الفساد في الأرض الفساد الممنهج في الأرض ونحن بنعين على والمسؤولية مسؤوليتنا كلنا أوليان أمور مسؤوليتنا والقضية ما قضية السياسة ولا دعم الأحزاب سياسية ولا حكومة ولا معارضة القضية فساد مجتمع والقضية مسؤولية بعدين أمام الله سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى لي ولكم العافية ولأبنائنا وبناتنا السلامة من كل فتنة مضلة اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا هداتا مهديين وقوموا إلى الصلاة ويرحمكم الله